السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية صديقي لا تنسى لي من اللايك وشير سبسكرايب في القناة. ودعم الاشتراك او الانتساب في القناة. حطينا كومنت تحت الفيديو لو عندك اي استفسار. نهاردة ان شاء الله رب العامين هنتكلم عن شرح كيفية عمل محركات الكهربائية وانواعها المختلفة. المحركات الكهربائية زي ما هو معروف يا جماعة ان هي عبارة عن اجهزة بتحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية وتتكون المحركات الكهربائية من اجزاء مختلفة بما في ذلك الدائرة الكهربائية. ومجموعة من الملفات الكهربائية ومجموعة من المغناطيصات تختلف انواع المحركات الكهربائية حسب التصميم والتطبيقات المختلفة. انواع المحركات الكهربائية. رقم واحد او محركات الطيار المستمر تعمل هذه المحركات على تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية باستخدام المجال المغناطيصي المتولد في الملفات الكهربائية. وتتميز هذه المحركات بسرعة الاستجابة والتحكم السهل في على السرعة والعزم. رقم اتنين محركات الطيار المتردد اللي هي بتعمل هذه المحركات على تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية باستخدام المجال المغناطيسي المتغير في الطيار الكهربائي. وتتميز هذه المحركات بالكفاءة العالية والصيانة المنخفضة. رقم تلاتة محركات الخطوة تستخدم هذه المحركات مجموعة من المغناطيسات للتحكم في الحركة وتتميز بالدقة العالية في التحكم في الحركة رقم اربعة محركات وتستخدم هذه المحركات للتحكم في الحركة بدقة عالية وتستجيب هذه المحركات لاشارات التحكم بشكل متعدد لتحريك المحور الى الموضع المطلوب بيتم استخدام المحركات الكهربائية في العديد من التطبيقات المختلفة بما في ذلك الصناعة والمنازل والمكاتب والمركبات الكهربائية والطائرات بدون طيار والروبوتات والآلات الطبية والأجهزة الالكترونية الاخرى ارجوكم ان افتح حضرتك بمعلومة النهاردة الحلقة استفدت لايك وشير ولو اول مرة اشتركوا في القناة اشوفكم على خير كان معكم في قناة عبدالروف عباد من قناة عبدالروف 89 على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته